تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم الخدمات والدعم اللازم لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين في إطار توجيهات رئيس السيسي وكان حريق قد اندلع في الثاني عشر من يناير بمنزلين بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بأسوان وأطلف الحريق كل محتويات المنزلين من أجهزة كهربائية ومفروشات وغيرها وعلى الفور انتقلت مؤسسة حياة كريمة لمعايناة الوضع على الواقع هذه قامت مبدئيا بتوفير دعم سريع للأسرتين من باطاتين ومواد غذائية لحين توفير شقق سكنية بديلة كما تم التواصل مع نائب محافظ أسوان غهد أبو زيد والتي وجهت المختصين بتوفير السكن البديل وأعلنت مؤسسة حياة كريمة نقل الأسرتين باحتياجاتهم وتم تسليمهم الشقتين بعد الاطمئنان عليهم والاستماع لمطالبهم وتم تجهيز الشقتين بكافة الأجهزة الكهربائية والمفروشات بمنطقة عمارات العلاقي بمدينة أسوان ترجمة نانسي قنقر